تجوانون القصير مشاهدين من الصحف العربية لهذا اليوم خصصناه للأخبار التكنولوجية والبداية من صحيفة القدس العربي الرقاقة المبهرة وادع البحث عن أغراضك الضائعة جاء في تفاصيل الخبر ابتكرت شركة أمريكية رقاقة صغيرة تساعد الشخص في العثور على الأغراض الثمينة التي قد يفقدها أو ينسى مكان وجودها الرقاقة تتكون من جزئين متساويين ويمكن وضعها مثلا في المحفظة أو الحقيبة وحتى في جواز السفر وتكون على شكل لاصقة ونتحول إلى صحيفة القبس الكويتية التي نطالع منها مشاهدين تركي يبتكر كرسياً إلكترونياً لنقل المقعدين ابتكر مواطن تركي كرسياً إلكترونياً لنقل المقعدين والمرضى غير القادرين على الحركة الكرسي يحتوي على منصة يجلس عليها المريض وتنزلق على قاعدة في الكرسي بواسطة جهاز تحكم يعمل إلكترونياً واخترنا لكم مشاهدين من صحيفة اليوم السابع المصرية واتساب يضيف ميزة التشفير للنسخ الاحتياطي على اي كلاود كشف الموقع الأمريكي تاك كرامش عن إضافة تطبيق واتساب لميزة جديدة لخاصية للنسخ الاحتياطي على اي كلاود تسمح بتشفير الرسائل والصور المخزنة بشكل أفضل صحيفة الغد الأردنية عنونت بين صفحاتها لهذا اليوم جهاز ياباني للعثور على المفقودين المصابين بالخرف تحمل شركة أمنية يابانية خطة طموحة تهدف إلى تعقب المسنين المصابين بالخرف عبر جهاز محمول بحجم الإبهام أما لمف العثور عليهم وإعادتهم إلى المنزل في حال فقدانهم وختم جولتنا الصحفية مشاهدين من صحيفة النهار اللبنانية وتعاون مشترك بين تويتر وبلومبرغ لبث الأخبار تعتزم شركة تويتر عقد شراكة مع شركة بلومبرغ من شأن هذه الصفقة أن تتيح لتويتر بث فيديوهات حية للأخبار على مدار الساعة